أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدأ للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن منتخبات وأندية المملكة سترفع شعارا واحدا في مشاركاتها الخارجية في عام 2018 وهو لن نرضى بغير الذهب بديلا مشيرا سموه إلى أن الذهب فقط هو الذي ستسعى المنتخبات والأنديات الوطنية إلى تحقيقه في جميع المشاركات وستوفر لها كل الإمكانات من أجل تحقيق هذا الهدف ليكون عام 2018 عام الذهب وقال سموه إن الثقة الغالية التي تولينا إياها القيادة الحكيمة في مملكة البحرين والمتابعة الحثيثة والدعم لا محدود من قبلها خير حافز للعطاء والمثابرة لبدل المزيد من الجهد لتعزيز دور الرياضة البحرينية في المملكة كقطاع هام يعنى بأغلبية من شباب مجتمعنا والوقوف خلف كل مبدع وموهوب يتخذ من طريق المنافسة الشريفة دربا للوصول إلى الغايات السامية وتابع سموه لقد شكل اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله منطلقا لنا من أجل وضع الاستراتيجيات اللازمة لاستمرار تحقيق الرياضة البحرينية المزيدة من الإنجازات الرياضية على مختلف الأصعدة وهو الأمر الذي اتضح من خلال ما حققته المنتقبات الوطنية من ميداليات ملونة بلغت في عام 2017 إلى 429 ميدالية إضافة إلى تحقيق الأندية الوطنية أيضا مراكز متقدمة من أبرزها تسيدها لكرة اليد الآسيوية وتسيدها أيضا لكرة الطائرة العربية والخليجية وتابع سموه لقد عاشت الحركة الرياضية البحرينية في عام 2017 إنجازات رائعة وصلت إلى العالمية كما رسخ العام الماضي مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية باستضافتها لبطولات عالمية متنوعة مثلما شهد العام الماضي صعودا كبيرا في حجم الإنجازات وارتفاعا ملحوظا في حجم الميداليات وهو الأمر الذي يدفعنا إلى أن نطلق على عام 2018 عام الذهب فقط وندعو وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية لتكثيف برامجها ودعمها للأندية الوطنية والمنتخبات في سبيل تحقيق هذا الهدف وتأمين كافة أشكال المساندة لهم في مهامهم الخارجية ومتابعتهما متابعة حثيثة ومستمرة ترجمة نانسي قنقر